اشتركوا في القناة من كاس الربطة المصرية الانديا المحترفين لكن قبل ما اتكلم عن ماتش النهاردة زي ما حضراتكم عارفين لا حديث داخل الشرع الكروي المصري الان الا عن مباراة منتخبنا امام المغرب اللي هتلاعب الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ان شاء الله في الدور الربع النهائي لبطولة كاس الامم الافريقية التي تلاعب في الكاميران ان شاء الله ان شاء الله يكون الفوز من نصيب منتخبنا النهاردة باذن الله طبعا ماتش صعب من كل الوجوه على الفرقتين يعني على منتخب مصر وعلى منتخب المغرب بس الواحد لازم يكون متفائل شوية انا متفائل لمنتخبنا لو لعبنا بنفس الروح ونفس الجدية والاداء الرجولي اللي حصل الماتش اللي فات اعتقد ما فيش فرقة هتقوى في قدامي بجانب بقى طبعا حاجات فنية والتيكتيكية اللي هي التكتيكية طبعا تاعت ميسر كروش كان كود دي بوار لو تفتكروا حضراتكم قبل المباراة يعني النسبة كبيرة جدا 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 كان متشائم وكان قايل ان خلاص ده اخر ماتش بالنسبة لنا طبعا كان كله بيحكم على اساس المستوى او الاداء اللي شفناه الدور الاول في التلات مباراة الاولنية المنتخب مصر ولكن اثبتوا رجالة مصر ان هم عند الصعاب بتلاقيهم فعلا عند الصعاب لعيبة قدموا مباراة ولا اروع عندهم احسن عندهم احسن بس مقرنة بالدور الاول فرق كبير جدا 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 مش هتكلم على فنيات وتكتيك انا هتكلم عن روح عالية جدا في الملعب واداء رجولي وزاق العرض بقى اللي تلعب بقى لنا كتير جدا 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 ما شفناش منتخب مصر بالشكل ده يعني لما بننتقد بننتقد بس احنا بننتقد بيه ايجابية ما بننتجاوزش فيه ناس بتتجاوز وده بعيد جدا عن اعلام الرياضي الناس بتحب بعض الاحيان بتحب الحاجات دي بس ده مش اعلام او مش اعلام رياضي نما لما بيلعبوا ماتش كويس او بيبقى فيه حاجة كويسة لازم نشيط لازم نتكلم لازم نقول لازم نديهم حقهم فترة اللي فاتت اول تاني برات بصراحة كان الموج علي عليهم قوي 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 وفيه ناس تجاوزت كتير جدا جدا في حقهم وفي حق برضه مستر كروش لكن لما تيجي تنتقد انتقد بس تخلي النقد بناء مش نقد سلبي مش نقد هدام مش نقد خارج عن النص مش نقد مش عايزة اقول الكلمة اللي فيه يعني بس هقولها يعني مش عايزة بقى النقد فيه اللي تقدم مش عايزة بقى فيه تجاوزات ده مش نقد ده مش نقد نما لما يلعبوا ماتش كويس لازم نشيط بيهم ان شاء الله انا متفقل النهاردة بازن الله بازن الله ان شاء الله منتخبنا على الاقل على الاقل يلعب بنفس المستوى اللي لعب به الماتش اللي فات لو لعب بنفس المستوى اللي لعب به ماتش اللي فات والروح العالية اللي لعبوه الماتش اللي فات ماتش كو دي فور اعتقد بيش منتخب حيواء فهي قدام طبعا بعض الناس بقى او بعض المتشاكمين ليقولك ايه لو رجعنا بقى للتاريخ منتخب المغرب هتلاقيه متفوق في الموجهات بين الفرقتين وده طبعا مش مصلحة منتخب مصر لكن انا بعيد عن الحاجات دي انا ليه حاجة واحدة بس الملعب الملعب لايعترف الا بالجهد والتعب خلينا نتكلم بس في الحتة دي ايه شوية يعني حتة الجهد والتعب دي ساعات يقولك ايه اللي بيلعب احسن هو اللي بيكسب مش كل مرة مش في كل الاوقات انما روحك عالية زي الماتش اللي فات اداءك اداء رجولي زي الماتش اللي فات ممكن المنتخب اللي قدامك يتفوق عليك فنيا في بعض الفترات يتفوق عليك تكتكان في بعض الفترات ولكن العوامل الاولية اللي انا بقول عنها الروح العالية والاداء الرجولي ويبقى التوفيق معك وسيناريو الماتش ما يحصلش فيه قلق يعني ما لايش لا قدر الله لعيب مهم يتصاب ما لايش المنتخب مثلا يلعب بعشرة في بداية لا في حاجات محتاجة توفيق عامل التوفيق مهم جدا 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 اداء رجولي وروح عالية وعمل التوفيق معنا ان شاء الله منتخب مصري اكثر منتخب مصر عنده لعيبة كتير جدا على مستوى عالي في المقدمة يعني زي ما ما بنشيد دايما بمعظم اللاعبين بس لازم نشيد بلعيب من احسن لعيب العالم الفترة دية لعيب مصري لازم نشيد بيه محمد صلاح احسن لعيب العالم او من احسن لعيب العالم في خلال الفترة دية لازم نتكلم عنه لازم ما بنبقاش منتشأمين زيادة عن لزوم عندنا محمد صلاح زي ما انتم تكلموا عن منتخب المغرب وفيه كذا وكذا احنا عندنا محمد صلاح من احسن لعيبة العالم اكيد كل فرقة من لعيبها بتعمل حساب لمحمد صلاح اكيد بتعمل حساب لمنتخب مصر منتخب مصر تاريخ منتخب مصر التاريخ تتكلم على مواجهات تاريخية في صالح المغرب لا تعال انا اقول لك التاريخ التاريخ الحقيقي لو اتكلمت عن منتخب مصر منتخب مصر هو تاريخ البطولة منتخب مصر هو اللي بدع البطولة منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برسيد سبع بطولات وان شاء الله ان شاء الله التامنة تكون في الكاميرو ان شاء الله وحتى لا قدر الله لو ما جبناش التامنة بس منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة فلما تتكلم عن تاريخ وتتكلم عن حاجات معينة وتقول لي أرقام لا الأرقام هي الأرقام موجودة منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي أوقات كتير جدا لو حضراتكم متذكرين في فترات كتير كنا رايحين البطولة وتقريبا معظم الخبراء يقولك ده احنا هنطلع من الدور الأول ده احنا كبرنا الدور الثاني لا مش ده منتخب مصر منتخب مصر صراحة يعني أنا زعلان أنه تصنيف تاني أنا واحد من المصريين اللي زعلان عشان منتخب مصر تصنيف تاني لا منتخب مصر بالمستوى اللي فات بتعمدش كود بوار ما يستحقش أبدا أنه بمستوى تاني لازم بها مساوى أول وبإذن الله بإذن الله بإذن الله وإحنا في المستوى التاني ده اللي بيقولوا عليه عشان هي الأرقام هي اللي بتقولني احنا مستوى تاني المستوى التاني ده مصر بالمستوى ده ان شاء الله بإذن الله تكسب البطولة وان شاء الله تتأهل كمان اللي كسب علي منتخب مصر اللي بيكلمه على التاريخ فازت بالبطولة في أجيال مختلفة منتخب مصر هو التاريخ منتخب مصر كسب البطولة عبر أجيال مختلفة تماما كسب البطولة في أراضي مختلفة في ملاعب مختلفة حتى كمان منتخب مصر لما بتتكلم عنه تتكلم عنا عن عظمة بلد عظمة مصر مصر اللي بتمتلك كمان أو بتملك النادي صاحب الأرقام القياسية في أفريقيا اللي هو النادي الأهلي اللي بينفس ريال مدريد الأسباني على أكثر فرق تتويجاً على مستوى العالم يعني تاريخ الكرة أصلاً في أفريقيا مصر لو رحنا الآخر كمان أنتوا بتكلموا على التاريخ بقى خلينا نتكلم على التاريخ زي ما أنتوا بتكلموا على التاريخ لو رحنا الآخر مواجهة بين منتخب مصر ومنتخب المغرب كانت في بطولة 2017 بالجابون لو تتذكروا حضراتكم وانتهت كم كم انتهت بفوز مصر بهدف اللي أحرزه محمود كهرباء فالكلام على التاريخ وخصوصاً في فترة أخيرة لا بيزيد من فرص مصر خليك متفائل بيزيد من فرص مصر وليس العكس لعبة منتخب مصر عندهم الحماس وعندهم الروح بعد ما شافوا الكلام ده حقق إيه الماتش اللي فات حماس وروح وأداء رجولي وتوفيق من عند ربنا ربنا يوفق مستر كروش واللعبة في الملعب إن شاء الله حاجة تانية خالص بإذن الله بإذن الله داخلين ماتش النهاردة وقدامنا حاجة واحدة أنت بتكلم على مباراة خلوج مغلوب يعني كأنك بتتكلم على مباراة كؤوس حطين قدام عينهم منصة التتويق عايز تعدي من ماتش النهاردة علشان أنا يعيني على حاجة أكبر إن شاء الله البطولة دي تغيب عن مصر من 2010 من أيام السلسية بتاعة المعلم حسن شحاتة لو تفتكروا حضراتكم 2006 2008 2010 اشتقنا للبطولة اشتقنا جداً للبطولة وإن شاء الله يجي يوم 6 فبراير ونشوف أفراح الجماهير المصرية في شارع مصر كلها هتقول لي أنت بتتكلم مصر طب وإنت بتقول على النادي الآهلي بيمثبنا والنادي الآهلي داخل على معمعها في كسر العالم ولكن فيه أولويات منتخب مصر في الأول بلدنا الأول والنادي الآهلي على طول بعدين ماتش النهاردة إن شاء الله إن شاء الله جميع اللاعبين حيكونوا جاهزين لتمثيل منتخبنا في معادة طبعاً اللي هما المصابين اشتين ناوي بتعمل له برنامج علاجي إن شاء الله يرجع ويبقى أحسن من أول في أسرع وقت ويلحق إن شاء الله بالمنتخب بعد ما إن شاء الله نكسب النهاردة منتخبنا في بعض الإصابات ولكن نتمنى بإذن الله إن شاء الله يكسبه النهاردة والإصابات والعيبة المصابين كلها ترجع عندنا نجوم كبيرة جداً عندنا نجوم زي تكلمت على صلاح فيه تريزي جيه عندنا حجازي عندنا زيزو عندنا السلية عندنا فتوح أيمن أشرف مصطفى محمد محمد شريف كلهم لعيبة جاهزة مش عايزة نسحد ولكن كلهم جنود جاهزة فعلاً لتمثيل المنتخب النهاردة وإن شاء الله إن شاء الله خلينا بس متفقلين شوية نبريكلهم بعد الماتش نروح بقى لماتش النهاردة بين نادي الأهلي ونادي البنك الأهلي في ختام مباريات النادي الأهلي في كاس الرق طبعاً هي بطولة مستحدثة بطولة جديدة النادي الأهلي دخلها في البداية بأهداف محددة ومعينة تحقق منها بعض المكاسب خلي بالك حضراتكم أي بطولة بتخشتها أو أي مبارة بتخشتها بيبقى فيها إيجابيات وفيها سلبية من أهم الإيجابيات من أهم المكاسب اللي حققها النادي الأهلي في بطولة كاس الرابطة مجموعة الشباب والناشئين اللي شاركوا وقدموا نفسهم فعلاً بصورة جيدة وابتدت الناس تتعرف عليها فيه ناس كانت تعرفهم ولكن ما شفتهمش على الطبيعة وقدموا نفسهم كمان بصورة جيدة جداً جداً من وجهة نظري بداية هايلة لأن معظمهم مخدش الفرصة كاملة ودلوقتي بتدت الناس تتكلم عن محمد مغربي ومحمد نصير وعبد الرحمن المانو ومحمد أشرف ومحمد شرقية ومصطفى شوبير وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ومحمد ياسر وزياد طريق مش عايز أنسى لكن وغيرهم غيرهم طبعاً من اللعيبة لكن إن شاء الله إن شاء الله اللعيبة دي نشوفهم نجوم في السنوات اللي جاية اللي ميسر موسماني كان حريص عليها المباراة اللي فاتت إنها كانت بروفا قوية لما أشرك بعض اللاعبين الكبار أو معظم اللاعبين الكبار اللي متوقدي لتجهزهم قبل المشاركة في كاس العلم بالأمارات اللي النادي الأهلي هيشارك فيها وحيكون فيها أول مباراة يوم خمسة كان فيه جوم جامد جداً الماتش اللي فات ولكن يعني فيه ناس بتقول أو بلاش بتقول دي بتهاجم مجرد الهجوم وبس هتقول لي اللعيبة ما قدوش بالأداء المتوقع هقول لك ما آه صح مستر موسماني ما قدرش للماتش بطريقة إحنا كنا متوقعين إنها تبقى أفضل من كده هقول لك ماشي آه معك حق ماشي ولكن هم بيحاولوا مستر موسماني عايز أقول لك هو دول اللعيبة اللي موجودين هم دول اللعيبة الموجودين ربنا يكون فعون المجموعة اللي موجودة وربنا يكون وربنا يكون فعون مصر موسماني انت بتتكلم عن فرقتين فرقة مع متخب مصر في الكاميرون وفرقة تانية مصابة والمجموعة دي كان معظمهم مصابين والمجموعة دي معظمهم مصابين يعني يمكن الحمد لله المجموعة دي هينضم لها بعد خسارة تونس للأسف أمس هينضم لها علي معلول وخسارة مالي أول أمس أو من ثلاثة يام هينضم لها ديانك فالنادي الأهلي لعبته محدود على الأد فهو الراجل برضو ربنا يكون في عونه لما 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 حد بيقض وهاجف وادوس ليه إذا ما قدتش أنت كأهلاوي هتوقف مع الفرقة في الفترة الصعبة دي مين اللي هيوقف معاها إذا ما قدتش أنت اللي هتدعم نادي الأهلي ولعبت نادي الأهلي والجهاز الفني إحنا مش زي أي حد على فكرة إحنا مش زي أي حد ومش إحنا اللي نطلع في قناتنا ونهاجم ونهاجم بسخرية وتهكم ونهاجم بألفظ لا مش إحنا ده مش إحنا إحنا النادي الأهلي إحنا حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص إحنا جمهور النادي الأهلي دايما معودنا إنه هو بيقف الصعاب معنا على الحلوة والمرة معنا اللعيبة دي محتاج أدعموكو دلوقتي الجهاز الفني محتاج دعموكو فيه أخطاء فيه أخطاء بس إحنا مع بعض لحد ما نعدي الفترة دي ربنا يكون في عون ما تبصوا للصورة صح نبص للصورة صح يا جماعة فرقة كاملة في المنتخب فرقة كاملة مصابة ده لما ده سبحان الله ده حتى لما حد بيتصفر المنتخب معظمه لعيبة النادي الأهلي لما لما تيجي تلعب ماتش ودي تلاقي اتين تلاتة وقعوا منك وهم العدد العدد على الأهلي طب هنعمل إيه يعني إحنا إحنا دلوقتي لما بنتكلم عن الواقعية أو الحقيقة الحقيقة اللي قدامنا هي الوقت ده النادي الأهلي عندهم بورا مهمة جدا 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 في كاس العالم الأندية كمان خمس ست تيام كمان أسبوع يبقى لازم يبقى كل الدعم للنادي الأهلي والجهاز الفني بتعيزني أهد في النادي عيزني أهد في اللعيبة وفي الجهاز الفني في الفترة دي لا حتى لو فيه أخطاء بنتكلم عن الأخطاء وبننتخد نقض بناء هو الراجل بيجرب المجموعة اللي معاه على الأد لازم أقوك معاه لازم ندعم اللعيبة لازم ندعم الجهاز الفني وإن شاء الله نعدي المرحلة الصعبة دي على خير هو الراجل ما يعرفش إيه الظروف إيه اللي هتحصل منتخب مصر حيكمل إن شاء الله في البطولة يبقى الراجل حيلعب بمستر نوسماني حيلعب باللعيبة اللي موجودة هنا منتخب مصر لقدر الله حتيجي اللعيبة لقدر الله الفترة اللي جاية اللي حيجي لك تعبان اللي حيجي لك مجهد اللي حيجي لك لقدر الله عنده حاجة اللي حيجي لك محبط مش ده اللي احنا عايزينه احنا عايزينه لمنتخب يكمل إن شاء الله بإذن الله ولكن لما نيجي نبص للواقع بص للواقع بصورة غير الصورة غير الصورة الناس اللي بتهاجم خلي بالكم الناس اللي بتهاجم والناس اللي بتقعد تسخر والناس اللي بتقعد تتهكم والهجوم مجرد الهجوم دول مش جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي حاجة تانية خالص جماهير النادي الاهلي اللي تقف ورا ناديها في الشدائد والسعاد جماهير النادي الاهلي اللي احنا تعودنا عليها دايما اللي هي رقم واحد في انتصارات وانجازات النادي الاهلي هم دول جمهور النادي الاهلي فترة اللي جاية إن شاء الله كلنا ورا فرقة النادي الأهلي فيه صعاب كتير جدا الفترة اللي جاية حتشوفوها حضراتكم مش عايزة أتكلم فيها دلوقتي ولكن الفترة اللي جاية إحنا كجماهير نادي أهلي لازم نقف ورا فرقتنا ما سهل جدا إن الواحد يهاجم ويتجاوز ويخرج عن نصر ما فيش أسهل من كده بس مش هو ده مش هو ده جمهور النادي الأهلي ولا هو ده اللي بينتمي للنادي الأهلي ولا حد يقدر ينتمي النادي الاهلي يعمل الكلام دو لا طبعا فأحلك المواقف وفي أصعب المواقف لازم إحنا كجمهور ولازم إحنا كمنتمين للنادي الاهلي نقف وراء فرقتنا حتى لو فيه أخطاء آه بنلمس على الأخطاء بننتقل بعض الشيء نقضي إيجابي نقضي بناء ولكن مش نقضي هدام مش بنقتل اللعيبة مش بنتبح الجهاز الفني لا لازم نقف معاهم لازم نقف معاهم ده حق إيه؟ خلي بالكم ده حقهم علينا زي ما انت حقك عليهم إن هم يقدوا ويجيبوا بطلات ويكسبوا حقهم علينا في المواقف الصعبة لازم نقف بوراهم لازم نلعامهم موقف صعب جدا 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 وحضراتكم شايفينها الطبيعة أنا بتكلم بحرقة شوية لأن أنا يعني حقضت نفسي في المكان وانتو كلكو كأهلوية مقدرين الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها النادي الآلي الفترة دية فلازم الفترة دي كلنا كلنا كمنتمين لنادي الآلي كجماهير النادي الآلي ورا فقتنا قلنا فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخطاء عادي والأخطاء هتفضل لحد ما نموت ونتعلم من أخطاءنا ولكن الفترة دي كلنا ورا ندينا ما حددش يجررنا حاجة تانية ما حددش يجررنا أن إحنا مجرد بس واحد ياجم تلاقي مية ولا ألف وراه بيهاجمه لا فترة صعبة جدا كلنا ورا ندينا إن شاء الله بإذن الله نعدي المرحلة دي على خير وبإذن الله ندينا يروح يشرفنا في كاس العلم الأندية زي ما بيشرفنا كل مرة ندينا النادي الأهلي ندي الكبير اللي هو واخد تالت كاس العلم السنة اللي فاتت واخد برونزيت كاس العلم إن شاء عفوا إن شاء الله السنة دي إن شاء الله يشرفنا برضو في الظروف الصعبة دي إن شاء الله بإذن الله رب العليا يمكن الفرقة مسافرة بالسلامة بكرة إن شاء الله العصر ونادي الأهلي ممثل لمصر وإفريقيا في مونديال الاندي نادي الأهلي هو المندوق الدائم لإفريقيا في هذه المحافل الدولية والعالمية نادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم أول مبارياته يوم 5 فبراير مع مونتيري المكسيكي مونتيري المكسيكي بيقوده مدير فني يعرف كل حاجة عن نادي الأهلي اللي هو أجيري اللي هو مدرب بالمنتخب السابق لو اتكلمنا أكتر بقى عن كسر عالم فالأهلي من أكتر الأندية مشاركة في البطولة على مستوى العالم ومش معنى أن النادي الأهلي حقق أهدافه من كسر ربطة إنه مش من ضمنه كان أهدافه اللي هو الفوز لكن في حاجة عايزة أقولها لإخوتي الصغرين اللي عايبة مجرد ما بترتدي الفانيلا الحامرة في أي مباراة في أي مباراة سواء ودية أو رسمية تحسب عليك الماتش ده تحسب عليك الماتش ده لأن الفانيلا بتاعة النادي الأهلي فانيلا كبيرة جدا وغالية جدا وكيد كل اللعيبة حط الكلام ده في اعتبارها أكيد زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كان من ضمن أهداف النادي الأهلي أو أهداف مستر مسماني حاجة تانية خالص بغض النظر عن الفوز بالبطولة ولكن إحنا دايما نحطين في اعتبارنا الفوز في كل مباراة الفوز في كل مباراة حتى بقول لحضراتكم حتى ولو كانت ودي ماتش النهاردة أكيد مستر مسماني حنشوف النهاردة وعلى حسب اللعيبة اللي عنده حيلعب ازاي بس أكيد حيلعب على الفوز لأن الفوز هو شعار النادي الأهلي دايما في كل مباراة يمكن قايمة ماتش النهاردة القايمة اللي هو حاطتها مصر مسماني حاطت فيها عدد من اللعيبة الشباب لأن حضراتكم تعرفوا الإصابات اللي تعرض لها بعض اللعيبة الفترة اللي فاتت بمجرد المشاركة ماتش أو اتنين أو جزء من ماتش ولكن هو ده القدر ما تداش تقول حاجة مش هنقدر نقول حاجة ولكن دي تعتبر البروفا النهائية والمشاركة النهائية لبعض العائدين من بعض اللعبين العائدين من الإصابة سواء بقى عضلية أو كورونا علشان مباراة منتيري المكسيك دي آخر حاجة أو آخر بروفا أو آخر تجربة قبل مباراة منتيري المكسيكي اللي الناس عايزة تتطمن على شكل النادي الأهلي فيها على شكل اللعيبة المتواجدة اللي ممكن هي اللي تروح تمثل النادي الأهلي في الفترة اللي جاية ديت إن شاء الله زي ما قلنا كل التمنيات الطيبة للاعبتنا والمنتخبنا إن شاء الله بالمكسيب النهاردة ويكمل بطولة ويرجع لنا ولكن انت عندك مجموعة من اللعيبة في النادي الأهلي في مصر هم دول اللي حتى الآن اللي حيروحوا يمثله مصر ويمثله أفريقيا ويمثله النادي الأهلي في بطولة كاس العالم الأندية فلازم ندعمهم ولازم نبقى وراهم تعالوا بقى نروح نتطمن على فرقتنا قبل ما تشل النهاردة من زميننا محمد توفيق مراسل القناة النادي الأهلي اتفضل يا محمد سهر خير كابتن أيمان تحيط لحضراتك كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان يتجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات الستوديو التحليلي ومباراة النادي الأهلي أمام البنك الأهلي في إطار مباراة الجولة الخمسة والأخيرة من مباراة المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية يمكن النادي الأهلي اختتم الساعدات لهذه المباراة والتي إن شاء الله ستنطلق فيه تمام الساعة زهر اليوم إن شاء الله بالتوفيق لمتخبنا وتحيي نتيجة إيجابية وإن شاء الله الصعود لدور النصف النهائي إن شاء الله ومقابلة الكاميرون بإذن الله كابتن أيمانك الفريق اختتم الساعداته لمباراة اليوم بمران قوي أجريا عصر أمس السابتة على ستاد تشبي الجزيرة يمكن سبقوا محضرة مطولة جدا للجهاز الفني مع اللاعبين يتكلم فيها عن خطة المباراة اليوم وطبعا الاستعداد للمرحلة المقبلة والمشاركة في كأس العالم للأندية كمان يمكن قرر الجهاز الفني بعد المران استحاب 31 لعب لمعسكر ليلة مباراة اليوم يمكن العالد طبعا لأول مرة كابتن أمين بنعتدي 22 أو 23 لعب بكتير النهاردة 31 لعب موجودين في معسكر ليلة المباراة يمكن الجهاز الفني أرجع دوت طبعا لإن شاء الله إن شاء الله إن دي آخر بروفة أو زي ما بيقول دي البروفة النهائية قبل الصفر إن شاء الله عاصر غدا الإسنين إلى أبو زبي المشاركة في كأس العالم للأندية فالجهاز الفني يفضل إن هو يستحب كل اللاعبين الموجودين سواء من الفريق الأول أو كمان من قطاع الشباب والنشئين الموجودين مع الفترة اللي فاتت عشان يكونوا موجودين في معسكر ليلة المباراة طبعا عشان إعلان القائمة النهائية إن شاء الله المسافرة عاصر غدا زي ما قلنا الإسنين إلى أبو زبي المشاركة في كأس العالم للأندية خاصة في ظل الغيابات الكتيرة سواء الإصابات أو اللاعبين الدوليين الموجودين مع المنتخب الوطني في الكاميرو المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كمان يمكن الجهاز الفني والإداري بيتابع حاليا مع اللاعبين اللي ممكن خرجت منتخباتهم على المعلوم بعد مغادرة المنتخب التونسي دي منافسات كأس الأفريقية بالأمس ومن قبله في حالية تنصيق ما بينهم علشان يعني التحاق بالفريق إن شاء الله سواء هيكون في القراءة أو في أبو زبي للمشاركة طبعا فيها وعالك كبير جدا من اللاعبين بيغيبوا للإصابة نتمنى إن شاء الله اللاعبين اللي حالتهم تسمح إن شاء الله اللحاق بالبطولة يمكن فيه أكتر من اللاعب لسه قدام الفرصة حسام حسن محمد محمود محمود متولي طبعا في ظل يعني كمان الجهاز الفني يستفيد من هذه التجربة وطبعا قبل ده كله نتمنى السلامة للجماعة كابتن عيمان زي ما كل جميعين النادي الأهلي بتدعي إن أهم حاجة إن اللاعبة تكون معافة من الإصابات وإن شاء الله تكون خير يعني ختام للاستعداد للسفر غدا إن شاء الله لكأس العالم الاندية كل التوفيق النادي الأهلي وابقا دائما النادي الأهلي في المقدمة كما هي كابتن عيمان اتفضل شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق وطمننا محمد على الأجواء هناك وطمننا على إن شاء الله جازات المجموعة اللي باقي هنا والمجموعة الموجودة دي اللي حتمثلنا إن شاء الله بكأس العالم وعايز أقول لحضراتكم حاجة برضو ما تفتكروش إن إحنا هنا علشان بنهدي شوية وبنلطف شوية إن إحنا منزعلش لما الأهلي يخسر إحنا بنتحرق وبنموت إحنا مشجعين أهلوية أي مباراة حتى ولو كانت ودية لما النادي الأهلي بيخسر بنموت من جوانا بنزعل طبعا بنزعل وكمية زعل لإحنا منتمين للنادي دو وعارفين إيه هو النادي الأهلي ولكن بنحكم العقل في كثير من الموقف للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة ولما نيجي ننتقد ننتقد بصورة سليمة ننتقد انتقاد إيجابي أو نقد إيجابي مش نقد سلبي ولا نقد هدام أقول لحضراتكم النهاردة سريعا مباريات اليوم هتبقى مباريات اليوم من الجولة الخامسة الكسر ربطة إن شاء الله نادي الأهلي والبنك الأهلي مصر البورسعيدي وإستنر كامباني أو شريال دخان وبيراميدز بيراميدز ومصر المقصة بقي الماتشات إن شاء الله هتبقى يوم الاتنين وواحد تلاتين يناير إسماعيلي مع الجونا مولين العرب مع سموحة فيوتشر مع تهات سكنداري يوم الثلات واحد فبراير هيبقى الزمالك مع طلاق الجيش غزل المحلة سراميكا كليوباترا وفاركو مع إمبي سريعا برضو أذكر حضراتكم قبل مبارات مصر والمغرب النهاردة مباريات دور ربع النهائي اللي أقيمت أمس نتائجها كانت جامبيا والكاميرون الكاميرون كسب 2-0 وبوركينا فاسو وتونس بوركينا فاسو كسب 1-0 منشات النهاردة بإذن الله مصر والمغرب وكل التوفيق لمصر بتحقيق الفوز والسنغال وغينيا الاستوائية أنا خلصت كل اللي عندي سواء على مستوى الدولي أو المحلي هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نستقبل ديوفنا الكبار اللي حيشرفونا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن عادة عبد الرحمن وكابتن أحمد بلايه أرجوكم انتظرو اشتركوا في القناة 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 في البطولة بعد مباراة ساحل عاج الناس دايما بتتوسم الخير في لعيبة مصر ورجالة مصر اللعيبة هي اللي قالت كلمتها في المباراة اللي فاتت والناس كلها منتظرة النهاردة انها تقول نفس الكلمة بإذن الله وتعوض تعوض الاهداف اللي راحت منها في ساحل عاج تتحقق النهاردة بإذن الله تتحقق على اسلوب لعب جماعي روح كبيرة جدا فأنا حاسس ان النهاردة مباراة للتاريخ للعيبة مصر انها يثبتوا فيها ان هم جادرين جدا يروحوا المربع الزهبي في البطولة ان شاء الله تتحقق لهم كل امنياته فبالتوفيق اللي فرقة مصر كلها وجميع الجهاز الفني ويبقى النهاردة يوم عادي بإذن الله في تاريخ مصر الفوز بإذن الله لان الفوز جميل ولو شفنا لما كسبنا كود دفار الدنيا كانت عاملة ازاي والناس كانت فرحانة ازاي فبإذن الله منتخب مصر النهاردة يبقى على قد المسؤولية ويتوفقوا اللعيبة كلها من شاء الله خاصة لشكل الهجومي بتاعنا بإذن الله رب العين كابتن علاء الجميع متراقب ومنتظر ولكن عايز اسألك سؤال محدد مستر كروش او اللعيبة عمل مباراة من افضل مباراة المنتخب لفترة الفاتحة مستر كروش النهاردة بيلاعب منتخب قوي من افضل منتخبات البطولة اتخب المجرم هل مستر كروش بعيد بقى عن إصابات بعيد عن البداية يعني محمد شنوي حيبقى أبو جبل وهو بقى في نص الملعب إذا كان حمدي فتحي جاهز بقى حمدي فتحي لو مش جاهز يبقى مهند لشين أو الأقرب يعني الفريق عمل منباراة كويسة المباراة اللي فاتحة بجانب الأدايا الرجولي والروح العالية هل مستر كروش هيلعب بنفس الأسلوب بنفس الطريقة اللي لعب بيها مع كود ديفوار أمام المغرب اليوم أول اللي بتمنى مايقلفش مايقلفش بتمنى إن شاء الله بس يعني بتمنى بس دي ممكن تبقى صعبة شوية وجود حمدي فتحي لأن حمدي فتحي من الأساسيات بتاعتمورة الصباح أن هو كان الشكل وطلع كده وجود حمدي فتحي في نص الملعب عمل دور ممتاز حتى لو أنه شايفاء أو مش شايفاء حمدي في الملعب مش عايز أقول جوندي مجهول لا جوندي معلوم حمدي ورا كله كورة مغطي الناس كلها مجهود واضح هناك نص الملعب ميدو حرية للنيني ميدو حرية لعمر السلية عملت سلاسة من نص الملعب يعني مديك مديك تجنس من نص الملعب ومديك دوء شوية تمثل كورة بتلاقي واحد أو اثنين أو ثلاثة مسائلتنا عن نص الملعب كويس قوي دي أحسن حاجة عاملة مبارات صابقة أنها سيطرت عن نص الملعب بعد مرور الوقت بعد ما حصلت إنصابة كيسي وكذا ما كاننا فيها أيما لكن نص ملعبك قدر يقوم بالمطلوب منه دي حاجة حاجة تانية لو حمدي فتحش موجود بتمنى يبقى حد موصوات حمدي وقربهم مهند لكن سمعت بعض قرار نهاردة يفكر في زيزو وتريزيجي أعتقد التفكير ده بعيد شوية وبتمنى ما يجيش في دماغ كاروتس كيروش لأنه أوقات كده بيعمل حاجات غريبة شوية لكن بعد مباراة سابقة أي مودي فاني بيتمنى إنه يعني زي بقوله حاط يدوا على تشكيل المناسب والطريقة اللي تناسب لعبة منتخب مصر الطريقة صح والأفراد كلها صح وكل واحد بلعب في مكانه هو بس النهاردة أبو جبل مكان شنوي كل توفيق لأبو جبل إن شاء الله يبقى تكملة للشوية اللي عببة من الموران اللي فاتت لكن ده التشكيل وده الشكل لكن الاختلاف النهاردة حاجة مهمة جدا عشان بس للناس ما تقارنش بين كود ديفور والمغرب الموضوع مختلف كل الاختلاف إنت بتتكلم بتلعب النهاردة فريق منظم جدا تشكيله ثابت عناصره في كل خطوط عناصر قيمة عالية من الأداء منضبط اكتكان جدا 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 صحيح بيعرف يفكر كويس قوي بيعرف ودير مباراة وده مهم كد في ورنا يعني الرأي عمر مغيره أي فريق في أفريق في أفريقيا السامرة انت ممكن تكسبه وسهل في مع مرور الوقت بقى في دربات جزاء غلطات غلطات وقفة دفاعين غلطة هم شوية عندهم شوية تكسل مش مضمونين إنما النهاردة بتلعب فريق لأ لازم تحترمه كويس جدا 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 طواله 90 دقيقة دايما ليك مقولة تقول فيها إن اللي بيمتلك نص الملعب بيبقى لي الأفضلية هم عندهم وسط ملعب جامل خوى جدا وكان قابل وراء كودفوار كنت حتى بتكلم بقولك وسط الملعب كودفوار خوى جدا بوجود فرانك كيسي كمان لما ده خرج أي من حسيت الاهتزاز اللي حصل لكودفوار وإنت نص ملعبك كان لحد كبير متزم كويس قوي 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 عشان كده امتلكت زمام المباراة صح انت جات عليك فترة بس بعد دقيقة 25 أو 30 كده الشوت الأول كله لحد نهايته انت كل كرة كرة الأولور بتاعتك كرة التانية بتنزل لحد في نص الملعب انت امتلكت زمام المباراة عشان كده الناس كلها طمعت في المباراة وقالت لازم بخلاص الشوت التاني لكن شكلك انت احسن انت ابتلكت على نص الملعب نص الملعب ده هو محور أدائك دفاعيا وهجوميا سيطرت عليك كويس وقدرت تتنقل أفراد وده مهم جدا الأفراد المهمين في نص الملعب هو ده اللي هتديك التفاقق طول المباراة ما عندكش مشكلة لكن لو نص ملعبك مش موفق عمال تشكيلة غلط هتتعب هتتعب على مدار الوقت خصوصا نك بتلعب فريق نص ملعب والتلات الفراو ده جمدين جدا 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 معوجود أشرب حكيم من احتيال اليمين مفتاح لعب مش طبيعي صحيح كيف بقولك النهار فرقات كبيرة قوة 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 والمغرب قوة نقول احنا على ايوم زي كود فوار ومع المرور الوقت لا الموضوع مختلف لازم تفكير تاني خالص لازم تحترم فريق المغرب طوال 90 دقيقة لان فريق بيركز كويس قوة حتى لو جبت في جول لازم تركز اكتر من بدات المغرب صحيح طيب كابتن عادل خلييني امتداد لكلام كابتن علاء كان كابتن علاء تكلم على دور نص الملعب النهاردة وتكلم على انت لو مالتزمتش حتوجهت بدنيا كويس بجانب انت للمورة اللي فاتت لعبت الحد الوقت الاضافي فانت قريدي عندك بعض الاجهاد لو ميستر كروش بيفكر او اتخذ منه الماتش انه يلعب وقت اضافي ها الجيم طول هل ده هيأثر على اداء منتخبنا الوطني حتى في حالة ما امتد الامتد الموراق الوقت الاضافي اخر طيب كابتن بدايات انت قلت حاجة مهم اولا المنطقة بالمغرب مش بس انت لعبت وقت اضافي وبعدين بنالتي خلي بالك البنالتي مجهد جدا اسكان مجهد زفنيا فبدا بيخش في حتة الاجهاد البدن حاجة التانية المغرب لعب قبلك بيوم يعني عنده راح يوم زيادة 24 ساعة ودي في البطولات المجمعة بتبقى فيها صعوبة جمدة قوي وبتبقى مشكلتها جزيرة قوي في الحتة اللي استشفى القوية جدا اللي بدنيا عارف بلغة الكرة وقف على رجليها مزبوط تلاقي حتى النمط الجثماني بتاعهم كله متقارب في قوة مفهوم ش أسر لكن عندهم مرونة ورشاقة وعندهم قوة وضهر يمكن من أفضل حاجة كابتن علاء كمان اتكلم في نقطة كانت مهمة اللي هي بتاعت نص الملعب مزبوط وانت قلت كابتن عيمن بنانا على المقولة اللي بيقولها كابتن عيمن نص الملعب اللي بيكسب الفرقة لأ انت هتلاعب نص ملعب قوي جدا سوفيان المرابط وعم ران لوزا وزكريا بخلال ثلاثة أقوية جدا ثلاثة عندهم سرعة ثلاثة المرابط هو اللي واقف على طول طول الوقت وبينزل لو بفعل بينزل نص الملعب ناحية الشمال بيعمل من أحسن لعيب البطول أكبر هو من اخترهم دايما في كل أي مراش فرقت عليها استحالة لا تلقيه في مكان حد ماسك دايما الواحد عندك كمان يوسف النصير طويل يلعب يمكن أنا من الحاجات اللي أنا بقولها النهاردة لازم يبدل حجازي مع محمد عبد المنم في حتة مسك ممكن يوسف ممكن أيوب الكعبي يتمسك من محمد عبد المنم لكن يوسف النصير لازم ياخده حجاز في كل الحاجات السابتة واحد اثنين في كل الحاجات المتحركة اللي بتتعامل كوروس من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال لأنه عنده طول وطول قوي حكيمي مهاجم وليس بقرائب بيخدعوا الناس كلها أولا عمران لوزا وقف له طول الوقت ولو ما كانش عمران لوزا سوفيان المرابط على طول ماي لنحيته حتى أيوب الكعبي بتبص تلاقيه منزل جاري على نص الملعب والمرابط يخش على مكان حكيمي وبينزل عمر لوزا تلاقيه نزل تفندر ثالث فبيشتغلوا على المفتاح اللعب ده هم عارفين ان مصر عارفة ان مفتاح لعب حكيمي النهاردة تلاقي سايس وأقراض تلاقيهم ضغطين عليك في وسط الملعب بمعنى انه مش هيسيبه مش هيعمله جاب كبير ما بين اللعيبة ووسط الملعب ولكن الحتة الاجهاد اللي انت بتتكلم عليها كابتن أيمن يعني لا يجب انك انت تنسق لدي لان الاجهاد هيجي على كرونش مش عليهم انا بقولك انه دائما لازم يحضر اسلحة اخرى او موجة تانية لانه النهاردة التغييرات هتبقى مهمة مباراة يدي عشان عندك الاجهاد ولو امتدت كمان ولو امتدت ما هو انت عامل الحاجة الوحيدة اللي تقدر تشيل الفرق اليوم اللي بينك وبين المغرب وفرق الجهد ما بين المباراة وعلى فكرة مصر كانت بتلاعب فرقة قوية قسمه قوي جدا مزبوط كم الجاري عالي جدا عكس المغرب بلاعب فرقة في المتناول كم الجاري اقل يبقى انت عندك ثلاث نقاط لازم كروشي بعرفه واحد لعبه قبلك بيوم اثنين المباراة خف من مباراة كم الجاري عندك كان اعلى ثلاثا انت لعبت وقت اضافي فيجب انك زائد كمان الجهد العصبي والزهني في ضربات الجزء في ركلات الترجيح والحاجات الثانية المهمة يا كبتل ايمن لازم تعرف انك بتلاعب فرقة اعداد بدني على اعلى مستوى ليه انه المغربة الرجل اللي هو وحيد وفيتش جايب من افضل مخططين الاحمال في اوروبا ودي حاجة مهمة جدا الناس مش واخدى بالها منها يمكن الناس بتسترخص في حتة اه اجيب مدير فني لكن لا في واحد اهم من المدير فني اللي هو الرجل اللي بيحكم لك البدني في بطولة زي دي فعلشان كده ان شاء الله بتتوفيق النار بإذن الله رب ان شاء الله كابتن بلال خلينا كلمة سوحية تانية المبارات اللي بتبقى بين الفرق العربية والبعضة بتبقى أصعب كتير حتى لو كان فيه فرق في المستوارات الفني هو ما فيش فرق في المستوار الفني احنا بلاعب فرق تيلة جدا ولكن المبارات دي بتبقى أصعب كعلا زي ما كابتن علي قال لما بتلاعب فرق افريقية اكيدة كابتن خليني بس اقول انك انت النهاردة لو عديت الماتش ده او كسبته انت مؤهل بنسبة كبيرة جدا انك تروح وكمان هتبقى يعني يعني قابق أو سين اوادنا انك تروح للبطولة المغرب من وجه تنظر هي أفضل الفرق في البطولة الافريقية ممكن قبل البطولة ممكن ما كناش نكون عارفين مين مستعد كويس مين بدنيا جاهز مين فنيا جاهز مين جماعيا جاهز لكن احنا النهاردة بنتكلم على فرقة بدنيا قوية جدا فنيا فرقة تيلى جدا 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 هم عندهم بس مشكلة صغيرة كفرقة انهم بيوصلوا كتير جدا للجول وبضيعوا هدف كتير جدا 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 تقريبا مضعين ست هداف حقيقية ست هداف حقيقية بالاضافة لانهم يا كابتن عالي كبير جدا انت بتعرف تسيطر على مشاعرك وانت بتلاعب الفرقة الافريقية بتتحكم فيها بشكل كويس بتعرف تلعبهم بتعرف تستفزهم بتعرف تلعب عليهم بشكل كويس الفرقة العربية نفس المنتالي بتاعتنا او نفس العقلية بتاعت المصري بيفكروا بنفس الطبيعة الاموشنز بتحركهم هم النهاردة فرقة عندهم دفاع جيد جدا كبير نتكلم عن اللعيبة والقدرات الفنية والبدنية اللي موجودة عندهم عندهم بوفال ومرابط والنصيري والكعبي يعني لعيبة عندها امكانية قدرات عالية جدا جدا وبيقدروا يعملوا التحول سريع جدا من الحتة الدفاعية لحتة الهجومية أسرع فرقة في البطولة الافريقية كابتن بتقدر تعمل عملية التحول أكتر فرقة عندها سرعات عالية جدا سرعات الكرة كمان كنت نعلا مش سرعات فردية سرعة في نقل الكرة وتحول ها ويرقص وإزاي بيعاب مع بعض وإزاي بيعاب في 18 ياريت ياريت الإعداد يجيب لنا على الشاشة إحصائيات حلية على منتخبات مصر والمغرب أرقام بس عشان برضو كابتن بليال تكلم في حتة مهمة جدا 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 نربط بس الأرقام باللي بيقوله كابتن بليال بالإضافة الحكيمة واحد من العناصر المؤثرة جدا 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 كروس رائع جدا مفتاح لعب كبير جدا يعني مثلا يعني من قد يكون عندك رايد باك حلو لعيب كويسة كابتن معلول لما يبقى في البيج بتاعه بتقول المعلول هو اللي بعمل كل حاجة بيسجل أهداف بيصنع أهداف دايما موجود في 18 هو نفس طريقة اللعب يعني قريبة كتير من عالي معلول استنادا لكلامك كابتن بلال لو بصنا على مشوار المنتخبين خلال البطولة هتلاقي الاثنين لعب وارب الثلاثة تعادل واحد واحد هزيمة منتخب مصر واحد هزيمة بالنسبة للمغرب لا توجد هزيمة منتخب مصر ليه هدفين منتخب المغرب ليه سبع أهداف منتخب مصر عليه هدف منتخب المغرب عليه ثلاثة ما أنا لسا أقول لك هو ليه سبع هدف ومضيع 20 هدف ولكن مرمى مستباح عنده مشكلة في العجمات المرتدة وعنده مشكلة في الحرس المرمى برضو المشكلتين اللي موجودين يعني هدف بتاع ملاوي ده يعني خطأ في حظ كبير جدا في خطأ من حرس المرمى في خطأ من تمالكو زل لعيبة انت برضو الفرقة الكبيرة عندها تعالي شوية هم عارفين هم فرقة كبيرة عايز هاجم كل اللعيبة اللي موجودة عندي يعني ما بيبقاش عامل في حساباته انه ممكن بفيها هجمع مرتدة سريعة في لعيبة بتبقى خطر ممكن عنده الاطراف في اوقات كتير جدا بتبقى فاضية لو قدرنا ان احنا نستغل الاطراف بشكل كويس النهاردة انت ممكن تلعب عليهم هجمات مرتدة سريعة لو قدرت تعمل الكلام كويس كمان لو ما قدرتش انك تخلي صلاح ومرموش لو لعبه النهاردة ان يستنفذه دفاعية لانك انت لو صلاح ومرموش لعبه في التسعين متر هبقى صعب علينا جدا لان هما فرقة كمان ما بلعبوش الكرة طويلة زينا احنا المماتش اللي فات ماتش كتبار تستلم وعايز تلعب كرة طويلة تستلم وعايز تلعب كرة طويلة واحدة ممكن تزبط التانية ما تزبط واحدة تاخدها في كرة مشتركة التانية ما تاخدها لكن هما النهاردة فرقة بيحضروا بشكل كويس قوي زمال كابتن علاء من شوية هما فرقة على طول بيظهروا البعض تلاتة دايما جنب الكرة على طول بلعب حتة المسلس دايما تلاتة جنب الكرة عشان الدبل باس التك أوبر والحاجات اللي بيعملوها دي سراعة جدا في اللاب بتاعهم لكن ما زال عندهم مشكلة وامل للمنتخب المصري انهم عندهم برضو الحتة دفاعية فيها مشاكل في التغطياط فيها مشاكل في التمركز هي دايما عارف بيفكرون ان فرقة البرازيل لما تبقى جام قدام قوي وعندهم مشاكل فيها بالضبط فانت ممكن تقدر تستغل الحتة دي لو لعبت عليها بشكل كويس خاصة الناحية الناحية حجيم ممكن لو في استبدال لو صلاح هو اللي جي الحتة دي هتفرم مع منتخب مصري ممكن حد يقول ده مش على عدلة صلاح بس في كرة القدم في الوقت الحالي النهاردة لو لعب في الحتة دي يوقف حكيم وكده هتفرم جبها كبيرة جدا جدا ومفتاح لعب رهيب النهاردة ومستندا لكلام الكباتن سريعا قبل ما نروح لفاصل وبعدين نرجع ناخد تشكيل نادي الاهلي وتشكيل البنك الاهلي نتكلم عن المبارات النهاردة في حصائية تحلية بتؤيد كلام الكباتن منتخب المغرب 63% معدل تمرات الصحيحة بنسبة 81% لمنتخب مصر وبنسبة 84% لمنتخب المغرب اجمالي الفرص منتخب مصر 25 فرصة منتخب المغرب 40 فرصة اجمالي الاهداف المتوقع من الفرص ديت منتخب مصر 4.3 من 10 ومنتخب المغرب 9 وده بيبين الجانب الامامي او قوة الجانب الخط الهجومي او الخط الامامي لمنتخب المغرب الاهداف منتخب مصر 2 من 5 فرص حقيقية ومنتخب المغرب جاب 7 من فرص كتير حقيقية زي ما قالوا الكباتن دخل مرمى منتخب مصر 1 دخل مرمى منتخب المغرب 3 شباك نظيفة في المباريات حفظ عليها منتخب مصر في 3 مباريات زي ما قالوا الكباتن برضو ان النيحة الدفاعية عند او خط الدفاع عند منتخب المغرب في صغرات في اخطاء ممكن نهاردة يستغلها منتخب مصر عند منتخب المغرب قلنا دخل مرمى 3 شباك نظيفة قلنا حافظ عليها منتخب مصر في 3 مباريات منتخب المغرب حافظ على شباك ونظيفة في مبارتين العرضيات منتخب مصر 56 العرضيات خلال المبارات اللي فاتت ومنتخب المغرب 44 عرضية دي ارقام اتكلمنا فيها ولكن في الاخر الملعب والتوفيق هو الفايسر عايزة اضيف لك حاجة عيمان فضلك ان فرقة المغرب من 2018 لم تقابل اي فريق من المساعد اول تصنيف اول يعني التصنيف الاول هو لم يتعرض زي مصر مثلا تعرضت لفرق كبيرة جدا وللعبت معها من 2018 ايو كب انما كل المباريات اللي لعبتها فرقة المغرب زي ما انت شايف فرق يدوبك بتخش البطولة بالعافية يدوبك اول مرة بنسميه نيو كامير او نيو فيس فهم قادرين بامكانياتهم دي وقادرين باللعبين اللي عندهم والامكانات الفردية وامكاناتها البدنية وكل حاجة والكوتش بتاعهم راجل شايف الدنيا بدرجة انه مش جايب لعيبة مهمة اول معاه في البطولة فيه تلات لعيبة مش هيمشوا اسلوب فرقة المغرب على مزاجهم يعني هو عايز يلعب بتشكيلة يقدر ينفذ بيها اربعة واحد اربعة واحد يقدر ينفذ بيها اي طريقة تانية هو بيشوفها تناسب اللعيبة دي انا مع بلال تماما وكان نفس اقولي الاقتراح ده اللي هو محمد صلاح لو لعب ناحية الشمال ناحية حكيم اما كانش هيلعب معاه دفاعيا خدت بالك هيوقفوا شوية اما كانش هياخد من وراك تيبقى ونقدر ناخد الجبهة دي فدي اقتراح يا ريت الناس يكون فاهمين الشكل ده في المعنى بس خلي بالك اولا وليعب كده استنى هاته اولا وليعب كده حكيم هيوقف حكيم هيبدأ مستنى احنا عاديين بقى من وراه يا علا لا هل عاديين من وراه بالعكس الحكيم دي صغره برضو لو انت عندك سرعات حكيمي مش عمر ما كان صغره حكيمي هي دايما بيتغطى ما بيهاجمش وحد بغطيه بيميل لا في دايما واحد نصف ملعب مال ايوه ما بيميل لو انت فكرت تدود محمد صلاح حكيم لا اشرف حكيم وده انا مستمع تماما الموضوع ده اني اصلاب مش عادة محمد صلاح ومش هيلتزم مع اشرف حكيم فانت هتلعب على نسبة بسيطة جدا ان تتقرد قطع وتتلعب على محمد صلاح هو ده بكل محور لعبك لكن هي دي انت كده محور له بقى خلاص على محمد صلاح وانت تضمن منين ان كل هجمة يعمل له اشرف حكيمي ممكن ما تجيش في الجول تهتلعب كده فيها ريسك جامع جدا لا هو قصده ممكن كابتن شديد كابتن بلاي انا عارف على فكرة بيحد من تقدمه مش هيحد ولا هيفكر مش هيحد ولا هيفكر ببهاجم مفتاح لعب انه لو واحد في المغرب هو قشب حكيمي فانا ما عنديش استعداء يعني انا بهاجم هو ابجم محمد صلاح ما حصلتش مع اي فريق افريقي ههاجم هعمل هاجمتي وفيه تنظيم فيه ناس مستنيه وفيه تنظيم كويس قوي بتعمل يا ايمان يعني الراجل نحي الشمال ده تعال مغرب عمره بتقدم على فكرة بينزل تحت عكيمة وحلاص على كده فضل العالم يا الحتة اللي انا عاوز اقولها لك سريعا كده فضل انه اشرف حكيمي ما بلعبش بق رايت اصلا يعني انت عندك عمران اللوزة وعندك صوفيال المرابط على طول ذو الوقفين غير كمان زي ما قالت كابتن علاء فعلها لا غير عندك ايه كمان عندك سايس بيمين نحياته فهم ياريت اي فرقة تشرب الموضوع ده انه يوقفونه لعيب مثلا عشان ياخد من وراء اللي بيحصل ان هو مش هيسي هيسيبه يهاجم هتلاقي هاجم على طول زي ما حصلت في تاني مباراة ليهم عملوا كده ووقفونه واحد لقوه انه واقف قدام وما بيدفعش جون اللي جي فيهم في ملوي كان من عنده من ناحيته جون اللي جي في ملات لعبة منوره اشرف حكيمي بقس عشان اوقع يعني لما بقول ان صلاح يوفر لك مش عشان يمسك حكيم لأ عشان يستغل الكرات اللي من وراء بالعكس لو صلاح مسك واحد وبقى حكيمي ومعهم واحد تالت هيبع عندك جابها تاني فاضي ناحد تاني بس انت تستغل انا مقصدش ان هو عارف عارف تخسر حاجة مهمة انك انت محمد صلاح حكيمي مش يلتزم بي اللي يلتزم بحكيمي واحد آخر مش عادي يلتزم وحكيمي يبقى هو اللي بيهاجم عموما في النهاية نتمنى التوفيق لمنتخبنا النهاردة ان شاء الله والوصول لدور الاربعة وتخطي عقبة المغرب باذن الله هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن مباراتنا اليوم مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظروه نتكلم بقى على تشكيل نادي الآلي النهاردة هيبقى حمزة على الإحراس المرمى ومحمود وحيد ناحية الشمال كريم فؤاد ناحية اليمين قلبي دفاع رامي ربيعة محمد أحمد شرقية اثنين في النصة عبد الرحمن مانو محمد نصير او دواسط دفاعي قدامهم رباعي المقدمة حمد فخري زياد طارق على الأطراف وليد سليمان منهم ورأس حربة أساسي أحمد سيد غنيب مرة تانية حمزة علاء كريم فؤاد محمود وحيد رامي ربيعة محمد أحمد شرقية قدامهم اثنين خطة عصد دفاعي عبد الرحمن مانو ومحمد نصير رباعي المقدمة محمد فخري وليد سليمان زياد طارق وأحمد سيد غريب رأس حربة البودلاء مصطفى مخلوف رأفة خليل ميدو نبيل مصطفى بولخير محمد أشرف صالح نصر أحمد سيد عبد النبي أحمد أشرف مستر مسماني النهاردة بيلعب بتشكيل يعني مفهوش كتير من اللعيبة اللي لعبوا الماتش اللي فات لي وجهة نظر ممكن ممكن يكون خايف على المجموعة في التجربة الأخيرة ممكن يكون عايز يشوف حد معين في التجربة دي حنشوف المباراة من خلال المباراة حنشوف فكر مستر مسماني هنروح لتشكيل وعلى فكرة هو أنا ممكن لما قلت لتشكيل قلتها أربعة اتنين ثلاثة واحد ولكن في الملعب ممكن نشوف حاجة تانية خالص وهتكلم فيها مع نجومنا الكبار تشكيل البنك الأهلي هيبقى أحمد السعداني محمد بسيوني وإسامة إبراهيم على الأطراف محمد دبش وأحمد ياسين وقدامهم عاصم صلاح أحمد سعيد محمود سيد وسلاثة المقدمة محمد هلال أسامة فصل وفادي فريد أولا مرة ثانية أحمد السعداني أسامة إبراهيم بسيوني حمد دبش أحمد ياسين عاصم صلاح أحمد سعيد محمود سيد وسلاثة المقدمة محمد هلال أسامة فصل وفادي فريد البودلاء محمود الزنفالي طارق مصلحي معروف يوسف أمير متحت محمد مصطفى ميدو موسى ديوارة محمد حامد عيسى إبراهيم السيد ومصطفى محمد كابتن شريف بعد إذنك قبل ما ناخد التشكيل الأهلي ونتكلم فيه يعني هنروح لزمننا محمد توفيق نتعرف منه على آخر الأجواء قبل انطلاق المبرامة بشرطان نفضل يا محمد سيئة الخير كابتن عيما تحاتل حضرتك ودوفك كبار في الستوديو نجوم مصر والنادي الأهلي وكل مشاهدة قناة النادي الأهلي في كل مكان يعني الضقائق القليلة وتنطلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الجولة الخامسة والختمية من دور المجموعات لكأس رابطة الأندية يمكن المباراة ستقام في وسط يعني جوشت ومعتادل هنا يمكن درجة حرارة في حدود 15 درجة مقوية يمكن زي ما حالك ذكرت التشكيل المستر المسلمين يفاجئنا كلها النهاردة بالتشكيل هيخد بالمباراة ويمكن ده كان الجهاز الفني خوفا من الإصابات على العدد كبير من اللعبين الأسيين ويمكن كان فيه بعض اللعبين اللي تم حاسم انضمامهم إن شاء الله لقائمة كأس العالم الأندية فتم يعني الجهاز الفني اعتمد راحتهم وفيه بعض اللعبين النهاردة محتاج أنه يعني يبقى فيه نظرة أخيرة عليهم قبل يعني البت فيه ضمهم من عدمه اتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع العابي النادي الأهلي وأداء مباراة كبيرة إن شاء الله النهاردة ويكون فيه أكثر من عنصر يتسفيد بالجهاز الفني ويكون إن شاء الله حاضر بقوة فيه قائمة كأس العالم الأندية إن إن شاء الله سيتم الإعلان عنها غدا بإذن الله بعد إن شاء الله انتظار نتيجة مباراة اليوم كان اتكلمت مع كابتن سابح حفيز المدير القرى للفريق قبل انطلاق المباراة قال إن إن شاء الله يعني فيه أخبار سعيدة الجمهوري النادي الأهلي يمكن أليو ديونجا هيوصل مساء اليوم وهينضم إن شاء الله لبعثة الأهلي المسافرة عاصر غدا للسنين إن شاء الله من هنا من القاهرة وإن شاء الله عالي معلول لعب فريق وتزهيره لأيسر إن شاء الله هيكون في انتظار البعثة غدا إن شاء الله في دبي قال Поэтому هيوصل قبلنا إن شاء الله وطبعا ننتظر مواقف إن شاء الله المتخب القوم النهاردة اللي نتمنى له كلنا إن شاء الله التوفيق النهاردة وإداءة مباراة كبيرة أمام المغرب والتوفيق والوصول للدور قبل النهائي يمكن كمان حكام اللقاء اليوم كابتن ايمن مصطفى الشهدي ده حكم الساحة ده حكم 31 سنة من مطيطة الجيزة دي تاني مباراة أو تاني تجربة ياخدها معا عن ديت الدور الممتاز كان ليه تجربة واحدة من قبل امام في مباراة بيرامدزوي شلال الدخان في مباراة الأسبوع الخامس بيعون النهاردة والشعبان مساعد اول احمد بكر عمر رمضان حكم رابع وعلى تقنية الفار والفرحان ومحمد يوسف زي ما قلنا يمكن الاجواء كلها رائعة هنا داخل الملعب ان شاء الله انا اتمنى نشوف مباراة كبيرة يمكن كمان المباراة الفيزيونية المنقولة بالواحدة 24 فور كي وكمان بيتمت اقلها بقى 14 كاميرا اتمنى ان شاء الله مشاهدة سعيدة وممتعة وان شاء الله اداء ممتع من نادي الاهلي والجهاز الفني يحقق اهدافه من المباراة وغايته من التشكيل اللي بدأ بالمباراة والتوفيق دايما النادي الاهلي وابقى دايما الاهلي في المقدمة كلمة لك كابتن ايمان اتفضل شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق كابتن شريف يمكن زي ما قال محمد مستر مسماني فاجئنا نهاردة بالتشكيل ده فاجئنا؟ اه فوجهة نظر ايه؟ اش عارف طيب مين يعرف احنا كنا المرة فاتت بتندور على اشراك اللاعبين عشان يكتسبوا جهازية المباراة هو الوحيد اللي عنده السبب النهاردة في هذا التشكيل يعني بيدور على يمكن علي معلول يرجع فالمحمود وحيد النهاردة بيبقى موجود رام ربيع في المنطقة دي كريم فؤاد ووليد سريمان دول من اللاعيبة اللي يمكن هو عايزهم يكتسبوا ليها كابتنية بس خلينا نكون منطقيين الغالبات اللاعيبة اللي موجودة النهاردة بس هيعتمد عليها في كاس العرب لانديه احنا عشان نتكلم هو رجع تاني نفس الشكل المفهوم اللي كان بيبتدى بيه البطولة اعتماد على ما بقولهش الناشئين دي بقى ايوه اللي هما اللاعيبة اللي على شافة حفرة من الدرجة الاولى يعني فؤاده اداء كويس جدا هو عايز يطلع بالحسن حصل اصابات المرة الفاتت في المباراة الارضية ما كنتش مساعدة للعيبة ما لازم لازم نلاقي سبب يعني خليه هو تجنب ان اللاعيبة دي ما تكملش النهاردة رؤيته لاكتساب اليقة بدانية اكتساب حساسية المباراة الحاجة الوحيدة من وجه ناظرينا الاصابات انا انا قلت الكلام للمرة فاتت عشان قلتلك ايه المرة فاتت ينزل بنص الفرقة يجربها ونص ويعمل ميكس هو نزل بكل الفريق عشان يصار وده جايز وده جايز والمفهوم ده كله يرجع له هو انما احنا اكتشافنا النهاردة ان فيه اصابات كتير شكلها كده شافنا ان هو عايز يحافظ على لعيبته هو في موقف لا يحسن عليه الحقيقة غيابات لعيبة كتير جدا في المنتخب الغيابات فرقة ان شاء الله مصر تكسب النهاردة وهيبقى عنده غيابات كبيرة جدا فهو في موقف ما هانش يحزب عليه يعني يقول له انت اخفقت انت عملت انت كل حاجة هتقديها في بطول كاس العالم يعني فيها ايجابية دي محسوبة لك انك انت عملت فترة الاعداد بالناس دي اللي هي سندتك وقدر تقف على رجلها معاك في البطولة فكرت تفكير كويس الجهاز كله فكرت تفكير كويس دايما النادي الاعلي تشيرت رحمر بيقوله بما حضر يعني هما الفترة اللي فاد قعدوا الاعداد ده الجايد جدا للعيبة دي اللي احنا النهاردة هنتفرج عليها تاني ونشوفها ونقدر نختار منها مين اللي هيكون معنا بإذن الله في 23 اللي هيكونوا موجودين بإذن الله الشكل ده اللي هو اللاعب بيه النهاردة ده يعني مش مفاجئ بالنسبة لنا لان ده كمفهومي انا ان اللعيبة بتاعتنا الاساسية يتطعموا في فترات من المباريات على اساس ان احنا ما نتعورش او ما حسنناش اصابات وجود لك النهاردة والتفكير الاول والاخير هو اللي حاسس بيه منك هو اللي عنده الصورة والرؤية الكاملة كابتن علاء مش هكلم على التشكيل ماشي بس هكلم على حاجة تاني من خلال التشكيل في الملعب مستر موسماني بلعب ازاي اربعة اتنين تلاتة واحد ولا تلاتة اربعة تلاتة كويس السؤال التاني انا قبل ما ادخل على مباره مهمة او بطولة انا كمدير فني يعني او حضراتكم يعني مديرين فنيين ومسكتوا اكتر من فرقة وعلى مستوى عالي قبل ما تخش اي بطولة بتجهز نفسك للبطولة دي لعيبة على مستوى بدني عالي مستوى فني عالي تاكتكس بتاعك عامله مش عايز اقول عملت مباريات ودية عملت مباريات عملت تدريبات انا بالنسبة لي التدريبات ما بتبقاش كافية لو انت غيرت طريقة او لو داخل على مرحلة صعبة او بطولة صعبة هل مستر موسماني بان شاء الله منتغب مصري كامل مستر موسماني بمجموعة اللعيبة المتوجدة دي رايح عنده ماتش امام منتري المكسيكي وماتش صعب جدا 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 هيلعب بنفس الطريقة اللي بيلعب بيها ثلاثة اربعة ثلاثة امام منافس قوي امام بعض الصعوبات اللي بتوجهه اللي هو الإصابات غياب فرقتين كاملين فريق بيلعب في الكاميرون وفريق تقريبا مصاب هل مستر موسماني هيبقى برضو بنفس الفكر وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب رايح يلعب منتري المكسيكي نفس الطريقة ونفس الأسلوب هيلعب نفس الطريقة ثلاثة اربعة ثلاثة؟ لازم يكون عندك الإمكانيات او عندك القماشة اللي تساعد علشان تلعب بطريقة دي هيلعب بثلاثة اربعة ثلاثة هو خلاص الكرار ده مفيش راجعة فيه حيث انه عنده تحضير وكده هو مضطر او انت الظروف مش مساعد ان هو يحضر فرقته من الصعب في المنتخب وفي ناس مصابة والناس اللي هي الخبراتة ممكن تقدل الطريقة بتاعته مش كتير عشان كده هو النهاردة المبدأ معروف مش هجازب باي حد هيلعب في كاس العلا عشان كده فيش وقت لواحد النهاردة من اللي هم مؤهلين يلعب في كاس العلا موجود اللي موجودين دول اللي هم الكبار اللي هم ممكن يبقوا أنا بداعا بيهم بس و باديهم مباريات على الاساس نخش فورموت مباريات بسرعة بس عشان ما فيش وقت لكن الطريقة مش هغيرها ثلاثة اربعة ثلاثة دي اللي هيلعب بيها يعني الحمد لله عندك معلول رجع الموضوع ده تماما عندك و باقي الفريق يعني بنا وفق منتخب مصر انت ممكن من العناصر دي و من عاصمة ريحة ممكن تعمل تشكيلة مناسبة هناك ماشي بس انا كمان ببص على قوة المنافس ماشي ماشي انا عرف فاكرا انا فهمك و بتتكلم على ايه وهتلعب فريق وخاو كل حاجة لكن قوة المنافس ملايش دعو انها هغير طريقتها عشان هو انا خلاص اعتمدت طريقة وحتى اللعابة الصغيرة كما كانت الشريف لما لعبت لعبت بنفس الطريقة اه بس مش عشان هو بس ماشي عشان كمان المجموع اللي معاه عشان المجموع اللي معاه عشان خلاص حتى اللي يبقى ليه نصيب ووجود في كاسة العالم يبقى عنده خلفية ان هو انا هلعب بالطريقة دي عشان كده اي من الطريقة اربعة اترادة دي هو مش هغيره هيلعب بيها على طول شابتنا عاد رائف سكيل نادي الاهلي والطريقة اللي هيلعب بيها مستر مسيمان يعني انا 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 فترة قلت المطش اللي فات قلت لازم التحضير يبقى بيها بثلاث مباريات انت اتمنى ان الطريقة والافراد ياخدوا اول ثلاث مباريات في كاسة الربطة مش اخر ثلاث مباريات عشان يبقى عندك وقت للعلام بمعنى انت عندك تاو جالو شاد بعد المباراة هيبقى في فترة قليلة لكاس العلم علشان كده انا بحضر لما اجا حضر بحضر قبل مش على يعني وقت قليل من البطولة هو بعض اللعبين كان عندهم كورونا يعني ما نعرفش عددهم ولكن ممكن ممكن ما كانش عنده الجاهزية انه يبتدي به لا انا موافقك بس انا كنت ممكن ندي اول ثلاث مباراة ادي لستة سبعة العيدة اي اي اغير تاو اغير تاو اجهزهم الاول وبعدين ادي تاو ربع ساعة نفر ساعة حاجات كده في الاخر عشان اضمن الحاجة التانية المهمة اللي انت كنت بتتكلموا فيه هل دي تجربة لكاس العالم من الاندية لا هي مش تجربة لكاس العالم من الاندية المباراة النهاردة خارج تحضير لكاس العالم طبعا واضح دي واحد اتنين انا مش هتكلم عن اللي حصل انا اتكلمك على المفروض بيحصل في الوقت ده انت اول حاجة المجموعة والقايمة اللي انت واخدها بتشتغل على حاجتين ناحية فنية وناحية البدنية الناحية الفنية دي عند رؤية مدرس الناحية البدنية انت بتعمل قياسات والقياسات بتديك نتائج والنتائج بتديك تحط ده ولا ده وبناء بالزرق وبناء على هذا ان انا اقدر الاعب ده ولا ده لكن لو اتعامل الموضوع بالطريقة دي اضمن لك ان الفرقة تبقى فيها جاهزية لكن لو انت موصلتش لدرجة انك انت محدد نفسك بدني مثل كده هو حدد هاخد مين معا لا انا بتكلم يا كابتن شريف على نقطة مهمة جدا انا مش المهم الاسم المهم الجاهزية الفترات اللي هي الفترة اللي بتبقى فيها طوارئ دي ما يهمنيش اللاعب قد ما يهمني جاهزية اللاعب لانه اللاعب الكويس من غير جاهزية في مرازات كلمة اللي احنا بنقول احنا دايما بنقول الاهل بمن حضر صح؟ ايه لا مش في كاس العالم الان ايه كلام ده تقوله على الدور المصري صح تكلم على المصريين وتلعبهم صح لكن الاهل بمن حضر احسن ناس لازم تروح تلعب في كاس العالم الانديه صح لانه بتلعب فرق كبيرة طبعا طبعا عشان كده يا كابتن بالله لان انا بتتكلم على حيث تغيير طريقة اللاعب انت عندك موقف صعب دلوقتي عندك مجموعة اللاعبه هم دول المتاجدين حتى الان بنا يسهل المنتخب مصري ليكمل ولكن من الواضح حتى الان المجموعة دي هي اللي هتلعب في كاس العالم الانديه بإذن الله هل النقص الكبير جدا في عدد اللاعبه او في التشكيل الاساسي عندك مع قوة الفريق المنافس في بطولة عالمية زي دي مع كمان الاعتبار ان لو قدر الله لو حصل خسارة انت مش هتكمل انت هتلعب على خمس وسادس بالمجموعة دي مع قوة الفريق المكسيكي تلعب بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب وبنفس الفكرة اي مدير فني بيدخل اي مبارة ببلوها اهداف منها احنا عاديم في الاستوديو بناكتشف الاهداف من خلال التشكيل والاسماء طريقة اللاعب والاسماء اللي بيعتمد عنها المدير الفني النهاردة لما تيجي بوصل للتشكيل اللي موجود قدامنا دلوقتي تشكيل النادي الاهلي هل هي دي الاسماء اللي ممكن تلعب اساسي في كاس العالم الانديه؟ فبالتالي كمان مش هتقدر تحكم على طريقة اللاعب حتى لو لعب اربعة اثنين واحد اربعة اثنين اربعة اثنين اربعة اثنين تلاتة واحد اي طريقة هيقترها المدير الفني مش هي دي اللي انت ممكن تشتغل بها في كاس العالم لان اللاعبه مختلفة تمام والهدف مختلف والمنافس زي ماله الكبات المختلف وكل حاجة مختلفة في مباراة النهاردة هل هي مباراة تحضيرية لكاس العالم؟ قطعا لا من ورا ليست تحضيرية لكاس العالم من الواضح لا طبعا تحلت بقى كده والاسماء كده تحلت اه خلاص بتقرر انت احنا عادينا هنا بنحل احنا هنا بنعمل ايه؟ بنحل ندير فاني بلعب ازاي؟ بمين؟ اهداف ايه؟ هل هي دي الاسماء اللي ممكن يعتمد عليها؟ لكن احنا ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول هو في ضوء اختيارات لبعض العناصر اللي ممكن ياخدها معايا يعني عايز يقف مثلا على عنصر اثنين تلاتة ويقول ان ده او دول اثنين او تلاتة دول ممكن يروحوا معايا كاس العالم وممكن اعتمد عليهم حتى كبودلاء مش ممكن يكونوا اساسين بودلاء للعيبة اللي مش هتكون موجودة في كاس العالم اللي هي موجودة مع المنتحدة المصر هي دي ممكن تكون الاهداف الحقيقية من ورا ماتش زي ده لكن ارجع واقول الاهلي طالما بيلعب في بطولة وده اللي اعتدنا لي حتى ورا وديه كلامنا اقوله في الاستوديو فلابد ان احنا نحترم اسم الاهلي بشكل كبير لابد ان احنا ندخلين المباراة تمام يبقى دخلين برضو عندنا تارجل عندنا الجولز بتاعنا اول حاجة فيها انك انت متخرجش خسران حتى لو بتلعب بالنشين يعني رقم واحد انك تكسب طبعا لكن لو انت النهاردة بتشوفه وعايز تقرر وعايز يبقى عندك بدايل فرقم انت ما تطلعش خسران ولو لقد اطلعت خسران يبقى عامل مباراة يعني فيها روح قتالية عالية جدا هو ده اللي احنا دايما بنعاول عليه او دايما بنتكلم فيه صحيح اين كانت الاسماء اللي موجودة في التشكيل اين كانت الطريقة اللي موجودة آه هو ممكن أربعة، ثلاثة عزيزة مال كابتن على وكباتن، آه هو مش هيغير الطريقة دي خلاص. الطريقة دي هو اكتشفها، واكتشف نفسه فيها مع الأهلي، اكتشف أنه بيقدي فيها بشكل كويس، اكتشف أنه بيدافع فيها بشكل كويس، اكتشف أنه بيسجل فيها أهداف وبيخلق فيها فرص بشكل كويس. فبالتالي هو كموسي ماني ما اعتقدش أنه ممكن يغير الطريقة دي. طيب عمماً نتمنى التوفيق النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله والفترة القادمة، هنروح لفاصل ونرجع لحلقاتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوت الأول، أرجوكم انتظروه.